وداخل على مطحنة قروية بتتكلم عن كأس العالم للأندية بتتكلم عن بطولة كأس الانتر كونتين انتل البطولة الجديدة المستحدثة من قبل اتحاد الدولي لكرة القدم شبيهة لكأس العالم للأندية بالنظام الأديم داخل على دوري أبطال إفريقيا داخل على السوبر الإفريقي والسوبر المصري والدور المصري داخل على بطولات كتيرة جدا النادي الأهلي بيسعى لتدعيم صفوفه وبقوة لأن زي ما انتم عارفين إن الأمور ما عادتش مستحمله أي صفقات ومجرد أسماء داخل فريق النادي الأهلي ولكن كولر بيحاول يجيب اللاعب المهم للنادي الأهلي ومش أي لعب هيرتدي تشيرت النادي الأهلي حلقة طويلة جدا وعن نتكلم فيها عن يحيى عضية الله وعن نتكلم فيها عن تعاقة النادي الأهلي أو اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد علي بن رمضان لكن في البداية صديقي ما تنساش هنتكلم ونقول ولكن بعد الصلاة على الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كرة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين طيب احنا كنا دايما نسمع على حاجة اسمها القضية ممكن اللي هي قضية أفشة في الزمالك وقضية أفشة في بيراميدز وقضية أفشة في المباراة الأخيرة ولكن مش ممكن نقول التالتة ممكن أو تبقى الرابعة ممكن بعد التعاقد مع يحي عطية الله طبعا انتشر كلام كبير جدا أن النادي الأهلي بيخلص في صفقة التنسي محمد علي رمضان وبعد طول انتظار قد حان وقت الحديث عن الرسام التنسي مشروبك الجميل ويلا بينا نبدأ أرقام وإحصائيات محمد علي بن رمضان قبل تعاقد النادي الأهلي معا أول حاجة الاسم محمد علي بن رمضان عند 24 سنة بيلعب في مركز وسط المدافع والمهاجم النادي الحالي فرينكافروس المجري القيمة الحالية 2.5 مليون يورو أرقام اللاعب خلال مسيرته مع الأندية لعب مع التراج التنسي شارك في 143 مباراة ساهم خلالهم في 40 هدف سجل 34 هدف صنع 6 أهداف أما أن أرقامه مع فريقه المجري شارك في 40 مباراة ساهم خلالها في 10 أهداف سجل هدفين فقط صنع 8 أهداف بعد ما تكلمنا عن أرقام محمد علي بن رمضان مع الأندية تعال معايا علشان نتكلم فنيا أولا هنتكلم عن اللاعب دفاعيا بن رمضان لعب قوي جدا ومميز بدنيا ممكن ياخد الكورة من 3 لعيب عادي ويعمل هجمة مرتدة أو هجمة جديدة زائد أنه اللاعب مميز جدا في الالتحامات سواء الالتحامات الهوائية أو الالتحامات الأرضية بيقدر يتعامل كويس جدا مع جميع المواقف ودايما هتلاقيه موجود في كل مكان في الملعب بيغطي كل الفراغات ورزاميله بكل جدية ثانيا هنتكلم عن اللاعب هجوميا مبدئيا كده بن رمضان اللاعب رايق في الحتة الهجومية بيعرف يطلع بالكورة كده بشكل كويس بيفكرك بإمام عشور عنده كنترول على الكورة عالي جدا عنده بصيص مبهر جدا بشكل مش طبيعي وريب جدا من إمام عشور زي ما قلتلكم وعمر السلية في البصات الطويلة وعنده لمسة جمالية أحسن من السلية لاعب عالي جدا على مستوى المراوغات فإن بن رمضان يتصنف في القرى الإفريقية من أحسن اللاعبين في القرى في المراوغات لاعب حريف قوي ويمتع الكورة طول ما انت بتتفرج عليه مش هتزهق هتحب الكورة تبقى معاه طول المباراة بن رمضان في وسط الملعب بيفكرنا بأسطورتنا عالي معلول في الباك الشمال صحيح معلول باك الشمال لكن تأثير الهجوم مرعب حرفيا سواء تسجيل أو صناعة الأهداف بن رمضان بقى نسخة تانية شبيهة بعالي معلول في الوسط بيقدر يسجل أهداف كتير وبيساهم هجوميا دايما وده طبيعي جاي لأنه كان صنع ألعاب أب مع معين الشعباني كان بيوظفه مركز عشرة مع الترجي التونسي مميزات محمد علي بن رمضان وركز معايا أول حاجة طبعا التسديد من خارج الثمانتاشر بيطلع بيساهم أو بيطلع أسهم من رجليه حرفيا مش بيشوتوا الكورة لهو بيرسم الكورة بمعلمة ثانيا مميزات أو ميزة هي أنه لاعب متحرك موجود في كل أركان الملعب حرفيا حرفيا ودايما هتلاقيه واخد طرف من الأطراف وبيقدر يخترق أي دفاع لاعب زاكي جدا وعنده رؤية ممتازة للملعب وبيقدر يتواجد دايما في أماكن يسجل منها أهداف أو يساهم بأهداف عن طريق السست أو الباص أو أي حاجة أهم ميزة عند محمد علي بن رمضان بالنسبة لي أنا هي أنه كان قائد الترجي التونسي وكان شايل الفريق شيل على كذفه في فترة ما كنتش أفضل حاجة بالنسبة للترجي التونسي ودي حاجة بتأكد أن محمد علي بن رمضان لاعب عنده شخصية قوية جدا وحيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي وقادر أنه يتحمل الضغوطات الجماهيرية مع الأهلي ودي حاجة مش هتفرق معاه جدا ولكن هتفرق معنا إحنا جدا وهتكون من أسباب نجاحه في حال إنهاء العقد والانضمام للنادي الأهلي نيجي بقى الآخر حاجة وهي عيوب اللاعب ما فيش عيوب كتير عند من رمضان ولا في عنده حاجة تخوفك إنك تتعاقد معاه مثلا لكن عنده عيب واضح قوي وهو إنه لاعب أناني دايما بيحب يسدد هو ويسجل هو الأهداف وأوقات بتتحول هجمات على فريقه غير كده مش شايف له عيوب بصراحة لو هنتكلم عن الأنانية دي حاجة طبيعية في أي لاعب في كرة القدم أي لاعب عايز يبقى هو الفت في الفريق عندنا مثلا حسين الشحات ممكن حسين الشحات يبقى فيه هجمة للنادي الأهلي وفيه إنه هو يمرر أفضل من إنه هو يشوت أو يرقص تلاقي حسين الشحات أبهرنا كلنا ويرقص وعايز يشوت ويضيع الهجمة على النادي الأهلي تخيل كده معايا صديقي يبقى عندك كوالة في وسط الملعب يبقى عندك إمام عشور محمد علي بن رمضان عمر السلية أكرم توفيق مروان عطية تخيل هتلعب بالتلاتة مين وقل لنا من وجهة نظرك ما هي أفضل توليفة لوسط ملعب النادي الأهلي في وجود محمد علي بن رمضان هل تلعب بأكرم ومروان وإمام ولا تلعب بإمام ومروان وبين رمضان ولا تلعب بأكرم والسلية وبين رمضان هايبقى فيه يعني مشكلة كبيرة للمدير الفني لأن محمد علي بن رمضان أسلوبه يشابه أسلوب إمام عشور هل الاتنين هايبقى الدفع بيهم في مباراة واحدة ولا هايبقى واحد بديل واحد بس أنا أعتقد ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق إن محمد علي بن رمضان لاعب كبير جدا ولاعب عنده شخصية قوية جدا وقادر إنه يتحمل الضغوطات مع الأهلي خصوصا إن نادي الترجي نادي جماهير جدا نادي الترجي نادي جماهير جدا وبين رمضان لعب تحت ضغوطات فهل بن رمضان هيبقى صفقة مفيدة للنادي الأهلي قولا واحدا هتبقى صفقة مرعبة للنادي الأهلي بن رمضان من أفضل اللعيبة اللي موجودة حاليا بشكرك يا صديقي إنك استكملت معايا الحلقاء للنهاية قلنا من وجهة نظرة مين هي الصفقات اللي تتمنى إنها تنضم للنادي الأهلي بعد محمد علي بن رمضان ويحيى عطية الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته